المترجم للقناة بعض الأمطار نحو السواحل هذا خلال الصباحة أما المناطق الوسطى ستشهد زخات من الأمطار الرعدية التي ستكون أكثر استمرارية خلال الظهيرة تنتقل هذه الأمطار إلى منطقة الأوراس ابتداء من الظهيرة بحول الله هنا تكون مرفوقة بهبوه رياح قوية نسبيا أما السواحل الشرقية فستخصها بعض الأمطار الرعدية التي ستزداد غزارة خلال الليل بالنسبة للمناطق الجنوبية الأجواء ستكون مستقرة على العموم مع نشاط بعض الزواب عراملية محلية بشمال الصحراء الصورة الواحاتي لغاية الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي الحرارة خلال ليلة اليوم تقرب 9 درجات بالبيت من بين 13 درجة إلى 17 بالسواحل من بين 10 إلى 15 نحو المناطق الداخلية الوسطى والشرقية 17 بشمال الصحراء لن تتحدى 14 بالجنوب الغربي ترتفع إلى 22 درجة بإيديزي 29 درجة ستكون كعلى مقياس بأقصى الجنوب أما فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظاهرة الغد تقرب المعدل الفصلي تتروح ما بين 22 إلى 26 درجة بأغلب المناطق الشمالية لترتفع إلى 29 درجة بمنطقة الأوراس 31 درجة بغردية والأغوات 28 درجة ببشار 29 درجة بتندوف وبني عباز 32 درجة ببسكرالواد والمغير 38 درجة بإيليزي وترتفع إلى 44 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب بسواحل الغربية مضطرب بسواحل الوسطى وشرقية هنا الريح ستشتدي لغاية 50 كم في ساعة تتينى شرقية شمالية شرقية متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى وضعيفة بسواحل الغربية ضمن تيارات جنوبية غربية